اشتركوا في القناة 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 هذا ميهوبي يأتي بنا ريبيكا ويأتي بنا ماميدو ويأتي بتصويرها مع ماميدو ويأتي بتعوازي الشابي باورياضة ويأتي بتصوير معامل متصوير مع شونتير ويأتي بتصوير معامل هذه الماسونية خلطتنا الجزائر ونحن المنتخب المنتخب الوطني سيواصل سقوطه ويصبح صاحب سبعين في المرتبة عالميا في تصنيف الفيفا لخسرة نقاط كثيرة بعد تعادله مع الفريق غومبيا الضعيف الذي يوجد في تصنيف الفيفا ما بين المركز 150 حتى الميتين ما جعل الجزائر تخسر كثير بتعصر أمامه وخاصة المباراة كانت رسمية عكس المباراة تونس الودية والنقاطية لا تكون كثيرة ونحن نتكلمنا ونحن نتكلمنا والناس بلت لهم بلت لهم رنغيها كالراخو يعني ما كنا نقوله باللي نورمال مقابلة رسمية لا تسييش اللعابة نحن بالعكس نحن عندنا ناس محاكمين سطاف تيكنيك وناس حاكمين اتعادية بالعكس يسييوا اللعابة ونحن في فرق اللي يحقرهم ما زلنا نحقروا لأفريق ما زلنا نحقروا لأفريق نحن ما زلنا نحقروا لأفريق نحن تطلع نحن نحن بشيء رواندا ر Village وعننا نقعدوا نقولهم throw يسي صف كالراخو لنظاكم لكن استنعادية على جنين إنه جميع ذاس والله العظيم نقولهم احن اتوال يوجد وزارة ثقافة ووزير الشابيبة ومن تمار التمارة ومن تمار التمارة وهي ماشية كما هكذا اما الترتيب وانا الترتيب على المنتخب باش نقول لكم هذو الناس لما يغلطوا فيكم يقول لكم بيكوب ديموند ومن 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 ونجد الدفعو ثامن غاليا خدش غد يروح جزي ونبقى ونتخبطو غد يروحوا وقاع ونبقى ونتخبطو خدش لا ما خلفوا مغسنعوا كعا طريق الطريق ليس عبوها خسروها وما خلفوا طريق لازم يتحاسبوا لازم منطقوا ومشي روحوا عك لازم يدخلوا القائمة السوداء هذو الناس هذو هذو الناس سراق هذو هذو الناس ما دالوا والو الجزائر هذو ردوا الجزائر ربعين عاما رولي أما الترتيب المنتخب الوطني 13 على المستوى إفريقيا فهو كارثي وستدفع الجزائر ثامن غاليا أثناء السحف القرعة تصفيات كأس العالم 2022 فيصبح تصنيف المنتخب في المجموعة واحدة مع عدة فرق قاوية جدا فحينها لا نسميها مجموعة الموت وإنما انتحارية والكل سيتذكر استراتيجية الاتحادية السابقة برئاسة السيد الحاج محمد راوراوة بالفوس أكبر عدد من المقابلات الودية والرسمية للربح الكثير من النقاط التي تهم المنتخب على تفادي الفريق الفرق القاوية وتساعده على التأهيل التأهل الكأس العالم وكأس إفريقيا وهنا لا بد أن نشير أن اتحادية استيوش وجماعاته ومعهم المدرب برماضي ليس لهم استراتيجية يعتمدون عليها تساعد المنتخب على تحسين الترتيب الإفريقي والعالمي باللعب كثير من مقابلات مع الفرق الأوروبية والإفريقية والفوس فيها مهما مهم جدا لكسب التجربة والربح النقاط ما هي الرقعة؟ ما هي الرقعة وفي مقابلة تساعد ويعطي كيف يجبون والصف ويجبون الوصف لديهم ذلك في مقابلة رسمية وأخصوض نقاط الكثيرة والمقابلة والدية لا يمكن أن نربحها لن queremos نربحها لأنهم لديهم ان نقاط كما في المقابلة الرسمية لديهم في المقابلة رسمية كيف يستطيع مدينه امام فاريق مكلاسي 150 حتى الميتين يرغب يروحو لك نيقاط كثيرة همالحناية كالمدرب كرائس اتحادية يحاوسوا يكسبوا الوقت يحاوسوا يفوزوا لأبغاد امام تونس يفوز يعني كيفاش تخطيط هذا اللي وصلنا له عنا نقوله فيه ونعوده وقت الراداء اوليجا يخدم راداء مهما كان مستواتي او ديبلوم من الاسيا من شكل اسيا راداء مكاش كمدرب كرائس اتحادية كمساعدين كمكاش هذو الناس هذو هذو الناس مكاش لازم عليهم يرحلوا خادش عليك يقولوا يرحلوا مكاش واحد فيهم كفاءة نعاقلوا حني مادام طارزون مادام طارزون ويقولوا اي شيء اقلع كولاش عاش ان سيكيريتي ويقلعه اقلع كولاش كانوا كينين كفاءة كان يحوس على الراداء هذا الجحش هذا البغل نقولوا لهم تابغل مادام طارزون بغل كبير اكبر بغل عرفاته الجزائر اكبر بغل عرفاته الجزائر في التحاليل في كرة القادم اكبر بغل وكين ذو كل شحوش قاعد عيرين به هذو كل شحوش قاعد عيرين به اكبر بغل عرفناه في تاريخ كرة القادم الجزائر في التحاليل بعد ما كان منسي كان كذاك البركان الميت وحياته الصحافة الصحافة المرتزقة نعلات الله عليكم نعلات الله عليكم نعلات الله عليكم يا وعد العملاء شو وين وصلتونا اليوم شو وين وصلتونا اليوم اليوم باش تعرفوا القيمة تاعكم اليوم باش تعرفوا القيمة تاعكم لازم كل واحد نديروله قيمة تاعه حسب ما يستاهلها قيمة على بوبان خلوكم فيها بوبان ثم الذبان لقلكم غير بيدو تأزبل جميل 자سين فعندما تت Nurse إشتكا بالأولاد الجزائلي في فرنسا و الفرنسا تأتي إلى الاسماء إنك فرنسا لا حولتك إصاف pertama ماذا اوصلتنا؟ ان عاودين نقولون نقطة تسرف وراه الوقت غيروح الوقت الذي ايروح رانا نخسروا لازم مدرب جديد لازم اداره جديد و مدرب يكون في المستوى لعاود نقولون بالخطط اوستنعودوا نقولون بالخطط رانا نخسروا في الوقت هذا الوازير جاء الله من البناء حجر اللي يخلى processes 13 حجر اللي jean ولي اخلى لك ان تذهب لها لماذا أخذك؟ كما قال لك وعد كان يعمل زوفري وانت بعيد على بلاده وقال له أنه لدينا نالي لماذا أتحاوز؟ قال له هارا يورا يصاب التمراء بركة وفورنه قال له أنت نقسم الورث تعراجل الذي أخذها بيني وأنه يخذها بركة وفورنه انت الواضح هذا ما أخذك؟ تهدر الحجرة برأسك الحجرة تهدر الحجرة مهلا تهدر الحجرة 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 تهدر الحجرة